اهلا بكم يا حلوين في فيديو النهاردة هجاوب على اسئلة كتير اتسألتها ان غسلت الاطباق هل لها لزوم ولا لأ هي حلوة ولا لأ ايه اللي يفقد غسلت الاطباق و ايه اللي ما يدخلش ناس قالت انها مشروع فاشل وبتنظف على ايديها احسن وناس تانية بتشكر فيها فيه ناس قالت مش عملية واكتر الاسئلة اللي زهقوا من غسلت الاطباق وقالوا ان كل الكبايات الزجاج بتجير فيها فلو انت حابة تجي بيها والاسئلة دي كلها جات على بالك خليكي معايا لاخر الفيديو هتعرفي كل حاجة وقبل ما نبدأ هنصلي على الحبيب ولو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفع علي الجرس وعملوا لايك وشير للفيديو هقولك في الاول كده ان كل ما يقال عن غسلت الاطباق مش صحيح ودي اهم جهاز في البيل واللي يستعملها صحي ما يقدرش ان هو يستغنى عنها وخصوصا لو كان عندك اطفال ولو كنت بتعملي عظمات كتير وعموما في حياتك كمان وغسلات الاطباق بيتراوح سعرها ما بين 7 ل 15 باختلاف البرندات بتاعتها فلو عروسة وبتجهزي وبتأسسي بيتك وشقتك لازم تعمل لها مكان انها تتحط فيه في المطبخ وكمان تعمل لها وصلة للي هي للمكان اللي هو الصرف بتاعها ندخل بقى في صرف الموضوع لو انت بقى بتحبي انك تجمعي الاطباق بتاعت الاكل في الغسالة من بالليل مثلا للصبح او يومين وارا بعد تجمعي الاطباق وبتحيس انها بتعمل ريحة مش حلوة هتضطري انك تشغالي البرنامج التحضيري ده وهنا بالنسبة لي البرنامج التحضيري مدتو 8 دقايق بيشتف وبيزيل بواقي الاكل طبعا هنشغله بدون مسحوق وانا هنا طبعا اقصد شطف الاطباق الممسوحة من بواقي الاكل لان انا عامل فيديو هنا في القناة ازايد رسي الاطباق والحلل وكل حاجة بطريقة احترافية بتحطيها في غسلات الاطباق وده بيكون طبعا مسبقا مسح الاطباق من ايفا تفيد فيها فهتطركم في صندوق الوصف وشوفوا الطريقة بالزبط كده الغسالة مش هتعمل ريحة مش كويسة بالنسبة لك وهتجمعي الاطباق واي حاجة عندك مش نديفة برحتك هنتكلم بقى دلوقتي عن الحاجات اللي المفتوض انها تتحط في غسلات الاطباق ما بيجرالهاش اي حاجة جميع الاكواب السادة والملونة والمطبوعة والبورسلين والبايريكس وكمان الارقبال يعني جميع الاكواب اللي قلتلك عليها دي حطيها بامان ومش هيحصل لها اي حاجة خالص زي ما انت شايفة كده كل الاشكال دي بحطها في غسلات الاطباق وما بيجرالهاش اي حاجة على المدى الطويل سواء كان البرنامج طويل او قصير تمام ما بيحصلش اي حاجة من الحاجات كمان اللي بتتحط في غسلات الاطباق ما بيجرالهاش فيها حاجة الاطباق الميلمين الخفيف والتقيل كمان الاطباق الازاز والصيني والمطبوع كمان والبايريكس والارقبال كمان لو عندك الاطباق العسل يدي بتاعت زمان ممكن انها تتحط فيها وما بيجرالهاش اي حاجة فهتحط بامان ومش هيحصل لها اي حاجة برضو على المدى الطويل بالنسبة للسيليكون لو عندك اي ماسك لسيليكون او سباتيولا او معلقة او مغرفة اي حاجة سيليكون هتتحط برضو بامان وهتبقى نظفتها مضمونة اي حاجة بايريكس حطيها وانت مغمضة حتى المعيار المدرج ده التدريج اللي عليه ما بيجرالهاش اي حاجة خالص ومش بيتمسح اي صواني واي بولات بايريكس طبعا تتحط من غير كلام اي نوع من انواع البلاستيك اللي مكتوب على ظهره انه هو يتحط في غسالة الاطباق والعلامة بتاعتها انه هو قابل لدخول غسالة الاطباق ودي العلامة بتاعتها بيبقى شوكة كده اي وسكينة جنب بعض جنبهم كاس اي كمان في العلب في الغطة بتاعها او في العلبة نفسها بيبقى موجودة العلامة دي جميع انواع اللي استلس من حلل لغطيان لكانك لبرات حتى لو كان استانلس يعني انا بنصح اي عروصة لسه بتجهز لازم يكون طاقم الاستانلس ده في جهازك هيغنيك عن اي حاجة وده اكتر حاجة صحية تعملي فيها الاكل وما يضرش ابدا بالصحة انواع الفرش معينة كده بيكون لها خاصية حلوة قوي انها ممكن تتحط في غسالة الاطباق خصوصا الفرش بتاعة اي كيا اللي بيبقى مكتوب عليها انها تتحط في غسالة الاطباق العلامة يعني تبقى موجودة مش اي فرشة طبعا كمان طاقم التوزيع بتاع اي كيا لو كان عندك الطاقم ده هتحطيه في غسالة الاطباق بكل سهولة وهينضف ومش هيجرله اي حاجة مع درجة الحرارة العالية وهينضف جدا جدا في انواع تانية من الطاقم التوزيع بيكون تفل ما تحطيهوش في غسالة الاطباق لانه هيسيح لو عندك كتشن ماشين كل قطع الكتشن ماشين قابلة انها هتدخل لغسالة الاطباق وكمان لو عندك خلاط مرسوم عليه برضو العلامة بتاعة غسالة الاطباق حطيها ولو كابة برضو او هند بلندر ممكن هو يتحطي في غسالة الاطباق حطيه طبعا هينضف ومش هيجرله اي حاجة وهيبقى تعقيم ونظافة وريحة حلوة بالنسبة للبرطمانات اللي بالشكل ده مش اي برطمان تشتريه يعني يكون القطع اللي ستنلس اللي موجودة فيها دي مش كل الانواع بتبقى كويسة انك تحطيها في غسالة الاطباق يعني البرطمان ده مثلا كان من اي كيح بحط في غسالة الاطباق بكل امان ما بيجرلهش اي حاجة فيه برطمان تاني كنت جايبا من كارفور حطيته في غسالة الاطباق المكان اللي هو القطع اللي ستنلس دي اتغير لها خالص واتغيرت من غسالة الاطباق في حاجات بقى عمرك ما تفكر تحطيها في غسالة الاطباق ركزوا معايا بقى في اللي جاي ده علشان تحافظوا على غسالتكم وتحافظوا على الحاجة كمان دللي بتحطوها متبوشت كمان اي حاجة نحاس ممنوع انك تحطيها في غسالة الاطباق من برات نحاس لكانك نحاس لصواني نحاس لأي انتي كات عندك في الشقة نحاس ممنوع طبعا يتحط في غسالة الاطباق وإلا هتندمي اي حاجة مصنوعة من الخشب ممنوع انها تتحط في غسالة الاطباق سواء معالق او البرد اللي بنقطع عليه لان الخشب يعتبر مسام كل المية هتتعبى جوه الخشب ده مرة في مرة هيتفكك من بعضه وحيشرب مية كتير وهيبوز حتى انا كنت بشاور لكم على المقصوصة دي اللي هي نصها سلكن ونص التاني خشب انا برضو ما بحطهاش في الغسالة وبغسلها على ايدي كمان ما يتحطش في غسالة الاطباق اي اواني القاعدة بتاعتها الامونيوم زي دي ممنوع انها تتحط في غسالة الاطباق والشيء بالشيء يذكر الحلل والتصاد الغير لاصقة والغير قابلة ان الطعام يرزق فيها لان الطبقة دي هتروح وهتبطل تعمل مفعولها لعدم اللاصق فهي هتبوز وحتبقى عبارة عن حتة حديدة الطبقة دي هتروح خالص القطعات كمان او البرد اللي هو بالشكل ده عندك دي معروفة يعني موجودة في كل مكان تقريبا كل البيوت فيها القطع دي ممنوع انها تتحط في غسالة الاطباق لانها برضو بتبوز اي اكواب او اي اطباق يدوية الصنع الرسمة بتاعتها يدوية الصنع او فيها مذهب او اي حاجة متل الزقة علشان السخونة هتبوزها وهتطلع اللازقة دي كمان لو في اي حاجة مرسومة بالبرونز او اي حاجة مطلية بالذهب متهب يعني برضو مايتحطش في غسالة الاطباق لان كل ده هيتشال خالص اي حاجة عندك الامونيوم اساسي انها ما تتحطش في غسالة الاطباق لانها بتسود وتضطري ان بتطلعيها طبعا مش هتطبق فيها على طول هتضطري تخسليها تاني بالسلك اللي هو الناعم ده عشان تطلعي الطبقة اللي هي سود دي اللي تبقى فوق الوش ومرة في مرة هتطلعي طبقات الالمونيوم وهتوصلي للحديدة اللي تحت خالص فعلى ايه انت تخسلي اي حاجة الالمونيوم على ايدك متحطهش في غسالة الاطباق ابدا بعد كده الكريستال اي حاجة عند الكريستال معروف الكريستال ان هو مصنوع صناعة ضعيفة فان هو ضعيف فهيتكسر في غسالة الاطباق حتى لو كان متين شوية مرة في مرة هيفقد الراونق بتاعه واللمعة بتاعته وهيبوس برضه فمن الاول كده اي حاجة كريستال حفظي عليها وبتبقى غسلها يعني سهل قوي على ايدك فخلص الموضوع وخلاص كمان اللي الصفيات اللي بالشكل ده لو تحطكت في غسالة الاطباق بتصدي يعني الاطار اللي حوالين الشبكة ده بيصدي شوية بشوية يعني وحتبقى غير قابلة طبعا انك تقدر تستخدمها تاني في اي حاجة تصفي بيها عشان الصدر لجوها العلب اللي بالشكل ده اللي بيبقى استعمال مرة واحدة اللي احنا لما منشتري حاجة ديليفري او اردر او اي حاجة يجي اكل في الحاجات دي ممنوعة انك تحطيها في غسالة الاطباق لانها شايفين الشكل ده عليه غلط كده يعني متحطش في غسالة الاطباق لانه بيسيح فالاحسن انك تقلبه الحاجة بالشكل ده كده وتشوفه تحت العلامة دي لو موجودة وعليها الكروس ده يبقى ما يتحطش في الغسالة اي حاجة لها عازل يعني ايه اي حاجة بتخلي تحطي فيها الحاجة وتفضل سخنة او تحطي فيها سقعة وتفضل سقعة زي الترموس كده او علبة بتحافظ على الحرارة او البرودة جواها ممنوع انك تحطيها في الغسالة سواء الغطى بتاعها او الجسم بتاع الترموس نفسه لانه كده هيفقد الخاصية بتاعته في الحفاظ على درجة الحرارة اللي مصنوع ليها اساسا فالاحسن انك تخسليها على اديكي باي فرشة كده اللي هي بتاعت الازايز دي وخلاص بالنسبة كمان للحديد الزهر كله ممنوع يتحطي برضه في الغسالة لانه هايبوز اللي هي الحوامل بتاعت البوتاجاز كده عندي حوامل زهر طبعا غلط انها تتحطي في الغسالة كمان العيون وغطيان العيون بتاعت البوتاجاز بالنسبة لي انا حديد زهر فحيبوز طبعا لو حطيته في غسات الاطباق شوية مية بصابون بخل وكربوناتو حينضفوا يبقى زي الفل كمان انا عاملة هنا في القناة ازاي نحافظ على البوتاجاز بتاعنا ونضفه ازاي لاكتر فترة ممكنة خصوصا لو الحديد زهر والحوامل بتاعته زهر والسطح مصنوع من استنلس ستيل المط كل كم غسلة كده ممكن اضيف شوية خلف درج المسحوق بيساعد جدا في نضافة طول معان الاطباق والكبيات وكمان بينضف الغسالة نفسها في ناس بتفتكر انها بتنضف الموعين فهي كده بتفضل نضيفة بس ده مش صح لاننا بنستعمل حاجة بتنضف بنضف بيها فلازم هي كمان تتنضف ضروري اوي تقروا الكتالوج بتاع الغسالة بتاعتكو علشان تعرفوا تتعاملوا معاها ازاي وتعتنوا بيها وتفضل معانا فترة طويلة لانها هتساعدنا كتير وكمان علشان تشتغل مظبوط غير اننا طبعا مش جايبينها بلاش كل فترة لازم لها تنضيفة كده معينة وانا برضو منزلة في القناة طريقة تنضيف الغسالة الاطباق تنضيف عميق احطلكم برضو في صندوق الوصف الروتين بتاعها كمان انا مش بستخدم القرص كله في الدرج بتاع المسحو بحطه تحت كده وبقسمه نصين بالشكل ده هتلاقوا برضو كل الطريقة دي في اللينك اللي انا نحطه لكم بتاع الروتين تنظيف الغسالة تنظيف عميق ناخد بالنا اوي لما الغسالة تطلب الملح والزيت نحطه طبعا في الاماكن بتاعته علشان ده اللي بيخلي الكوبايات ما تجيرش كمان الترك بتاع الخل اللي انا قلتلكم عليها دي ضرورية اوي برضو فان الكوبايات ما تجيرش منك هتشوفوا في اخر الفيديو دلوقتي الحاجات اللي انا بستخدمها للغسالة بالاسعار ملح وزيت وقراس وكمان لو حابين بودر ودي كانت كل المعلومات اللي كنت عايزة اوصلها لكم النهاردة عن الغسالة يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك ولو استفدتوا منه اعملوا الوشير مع اصحابكم وقريبكم هم كمان يستفدوا ولو لسه مش معنا ما تنسوش تشتركوا قبل ما تمشوا وتدوسوا على الجرس وتختاروا الكل علشان يوصل لكم فيديوهاتي لما تنزل اول باول شكرا لكم او انكم كنتوا معاه لغاية مقابلكم الفيديو الجاي على خير خلوا بالكم من نفسكم باي باي شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا اشتركوا في القناة